السلام عليكم يا احلام وتمعين في الدنيا رب دايما تكونوا بخير فكرة النهاردة هي عادية تدويري الجاركن دوت علشان نعمل منه فكرة بسيطة الفكرة دي طلبت مني اكتر من مرة ان احنا نعمل حامل للرومتات هنعمله بترياسعة جدا ومسيطة كله ده من الجاركن اول حاجة بجيب مصطرة وبجيب المصطر بابدأ كده ان انا اعمل المكان اللي انا بحتاج ان انا اعمله بوربة كده بعد كده بجيب المقص وابدأ ان انا افرغ الجزء ده كله وبعد كده بشيل كل الاطراف معي الجاركن تبسعلة جدا ان احنا نتحكم فيها بالمقص اهم شيء يكون المقص صحيحة معي كده خلاص فرغتها بالمكان المقص اللي انا عايزه كده بالزبط لو فيه اي حواف مش مزبطة نبدأ ان احنا نجيب المقص ونسويها بعد كده هندي قطعتين من الكارتون عملتهم بالمقص اللي انا بحتاجه وبعد كده تانيتهم بتحددوه على حسب المقص بالطول بتاع المسطر يعني عايزين التول واحد يبقى طويل واحد يبقى صير على حسب الميلة اللي احنا عملنا فيه انا كده عندي الاستيكر اللي هو الفضي ده ده بيبقى رول مع بعضي اللازق بتاعه يعني مش كويس قوي مش بيلزق زي الاستيكر التاني بس في النهاية بيطلع شكله حلو انا كده بدأت ان انا لزق انا عايز الجزء اللي هو محبب من تحت ده يديني كده شكله فمش هغطيه كله ابدأ كده ان انا اغلف الجزء ده ده واشيل معي اي زيادة وبعد كده ااكد على اللازق لو زي ما انا قلت لكم مش بيلزق حلو اقوي فممكن لو فكر معيكم من الطروف مسلا زي اللي انا بعمله كده ممكن تلزقوه بمسادس الشمع او بالسامغ العادي خلاص كده ببدأ ان انا ألم كل الزيادات من جوه ولزقها عم حاجة اعمل القطع كده للاخر علشان ينزل معي كلها بيبقى متساوي ويبقى شكلها حلو جدا معي خلاص كده اي زيادة كده زي ما انتم شايفين بعد البست الكاميرا كده معي خلاص زبطتهم كده ببدأ ان انا اطلع اي فراغات من الهواء من كل الجوانم بعد كده عايز اغلف بقى اللي جوه دي فببدأ كده لو عندي آآ قصائص من الخامة ببدأ ان انا اغلفها اغلفها كلها زي ما انتم شايفين كده باخد مسلا القطع زي كده وببدأ ااخد المائس اللي انا عايزه واغلفها كلها نعايزها كلها تكون فضلي من الجوه علشان يكون الفنش بتاعنا حلو كده دول غلفتهم الكارتنتين غلفتهم مع بعض وهبدأ كده ان انا احطهم في العلبة بتاعتي من جوه اول حاجة هلزاهم بالشامع علشان ما تفكش معايا خالص ما زبطها كده في الاتجاه اللي انا عايزه وبضغط عليها كده لحظات لغاية لما الشامع يمسك معايا هيمسك طبعا بسهولة جدا بس برضو زيادة امان انه بتو تفضله مسكنها كده شوية خلاص عملتها وعملت الجوزء التاني اي زيادات بقى من الشامع بابدأ كده ان انا شيلها وننضفها عندي ده كده شريط من الايطان كده من على شكل الورد وده الشكل النهائي بتاعها فكرة بسيطة جدا ما اخدتش من لكم وقت بس شكلها روع جدا وعملية جدا بتلميلكم بقى امروضات التكييف او رموت الترفيزيون دوسوا لايك لو لسا من دستش ومع السلامة